بيبتدي الفيلم وجلدة مقير بتخرج من عربيتها قدام مقر لجنة اجرانات اللي هتحقق معاها واستغض بالجماهير بسبب فشلها في الاستعداد لحرب اكتوبر وهي قدام اللجنة بتبتدي تحكي اللي حصل وانها بترجع ليوم خمسة اكتوبر وهي رجع من احدى الرحلات وكان في استقبالها زمير رئيس الموساد واللي قال لها جسوس الكيميائي قال لي ان الحرب هتقوم ويقصد بالجسوس هنا اشرف مروان ومسميه الكيميائي لانه خارج كلية العلوم جلدة ما صدقتهش لان اشرف حذرهم قبل كده وما فيش حاجة حصلت لكن زمير كان متأكد من اشرف جلدة قالته لو عنده معاد محدد للحرب ابقى كلمنا على الخط الامن في نفس اليوم بالليل جلدة وليوي السكرتيرا الخاصة راحوا لمركز الطبي من غير ما الاعلام يعرف حاجة عن مرضها وكانت بتدخل عن طريق المشرحة وينك بدأت جلسة العلاج الكيميائي بسبب انتشار الورن في جسمها ومع ذلك كانت بتدخن السجار بشراها بعدها كانت نايمة في البيت وفجأة جالها اتصال من زمير وقال لها ان الحفلة هتبتدي النهاردة ويقصد طبعا الحرب بعدها على طول عملت اجتماع لمجلس الدفاع المصغر وهناك قالت لهم جالي معلومة عن طريق اشرف مروان ان الحرب هتكون النهاردة مع غروب الشمس وزي ما عرفنا ان الروس بيمشوا من مصر يعني لو كلامه صح هيكون قدامنا 12 ساعة بس مش هديان وزير الدفاع قال لها السادات بيقره الروس وهم مشوا قبل كده والسادات ما قدرش يحربنا بعدها ديفيد الاعزة الرئيس الاركان وراهم صورة التقطتها الطيارة من فوق القناة وقال لها فيه الاف الدبابات والمعدد على الضفة التانية ووضح انهم نوين على الحرب فجلدة سألت زعيرها رئيس الاستخبارات العسكرية التنصت الصوت شغال ولا لا رد عليها بغرور وقال لها طبعا شغال بعدها ديفيد الاعزة قال المصريين والسوريين نشروا مليون جندي ولازم ان نتصرف بسرعة رد عليهم شيه ديان وقال له هم عملوا كده كتير ومش بيحربوا هنا جلدة دخلت وقالت هننشر 120 الف جندي على الجبهة لصد اي هجوم بعدها رحت لاجتماع مجلس الوزراء ولما بدأ الاجتماع فجأة سمع صفرات الانذار وينت فجوه ان الحرب قامت فعلا عكس توقعتهم وكمان بدأت قبل غروب الشمس باربع ساعات جلدة كانت في حال التوهان ولكن قالت للحكومة الكل عارف هيعمل ايه بعدها قالت لمشيه ديان قبل ما تروح جابت سوريا اطلع للناس الاول وطمنهم وبعدها عايزك تحلمهم درس عمرهم ما ينسوه ديان قال لها باستعلاء انا قسر عدمهم ويعني ما كانش عارف اللي مستنيه بعدها دخلت غرفتها الخاصة وبدأت تكلم هنا ريكا سينجر مستشار الامن القوم الامريكي بالتليفون وقالت له اللي حصل وعرف منها ان العرب هم اللي بدأوا الهجوم مش اسرائيل وبعدها انه هيقوم بكل الضغوط السياسية اللي يقدر عليها بعدها لو السكرتير الخاصة قالت لها يساعدونا ولا لا جلدة قالت لها لو تم اكتشاف ان امريكا بعتت لنا رصاصة واحدة السعودية هيقطعوا البترول فورا لو قالت لها بس الامريكان عايزين اننا نفوز فقالت لها بس لازم ان ننزف الاول عشان المصريين يفتكرهم اصدقائهم ويقدروا يقنعوا الرؤس هو ده اللي يهمهم بعدها مش ديان طر على الجبهة السورية عشان يشوف العمليات بنفسه وانكشف اللي عمره ما شافه السوريين دمروا الدفعات الاسرائيلية بالدبابات والطيارات والنار في كل مكان لدرجة ان ديان تقيق وهو في الطيارة من بشعة المنظر بعدها رجع من الجبهة ودخل على المجلس وهو في حالة جنون لدرجة انه قال لجلدة احنا في يوم الحساب وانا كلمت الزباط لاستخدام السلاح النووي جلدة قالت له انت بتتكلم بجد بعدها اخدته الغرفة تانية وقالت له ارتاح بقية اليوم وهدق اعصابك بعدها كلمت ديفيت رئيس الاركان وقالت له ديانة جنن خلاص انت من النهاردة المسؤول الاول في الميدان في اليوم التاني ديفيت بدأ كلامه في المجلس وقال لهم ان المصريين عبروا القناة بالاف الجنود وفشن في منعهم والطيران اتأثر بشكل كبير بعدها قال لهم ان فيه لوة كامل متحصن قدامهم وبيدفع بشراسة بعدها جلدة قالت لازم انتبع تعزيزات وتنجز الشباب دول قال لها دا اللي هنعمله جلدة وهي خرجها قبلت زعيرة رئيس المساد وقالت له ديفيت بيخطط للهجوم المضاد زعيرة تفاجئ وقال لها دا للمصريين متوقعينه ولو عملنا كده هنقع في فخهم قالت له مشانا اللي باخد القرارات العسكرية وسبت ومشت بعدها نزلت لمقر القيادة وقبلت ديفيت اللي شرح لها الخطة بسرعة وقال لها الهجوم المضاد هيبدأ حالا وين بدأوا بتشغيل خطوط الاتصال مع قيادة الجبهة وبدأوا يسمعوا اللي بيحصل قيادة الجبهة ما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل السواريخ بتترمى عليهم من كل ناحية كل ده وجلدة بتسمع كلامهم والضرب اللي شغال في خوف رعب حقيقي القيادات كانت مصدومة من اللي بتسمعوا واولهم ديفيت قال عزر واللي اتدح انه كان من فعلا من المصريين جلدة كانت في خوف رعب وهي بتسمع جنودها بيبكوا خايفين من الموت والسواريخ نازلة عليهم زي المطر ولما سمعت كلام بالعربي من جند مصري عرفت ان المصريين سيطروا على الموقع وهنا جلدة عاشت اسوأ يوم في حياتها تاني يوم في الاجتماع جلدة قالت لديفيت شارون وفرقتهم همتهم ايه دلوقتي قال لها نوين يعدوا الجانب التاني من القناة ويفجؤوا المصريين مشي ديان الفي فرقتين في الناحية التانية لو عبروا المصريين هيستضوهم فجلدة سألت ديفيت عن الجلان قال لها السورين رجعوا الخط الهدنة وقوتهم بتنهار ديان قال له حاول تضغط عليهم اكتر لان بكده الاسد هيدطر يطلب مساعدة السادات ديفيت قال له المصريين انتصروا ومش بيستسلموا فجلدة طلبت منه يضرب دمشق نفسها عشان السادات يضطر يطور هجومه ويقع في الفخ بعد العصر اكتاموا عتاني في بيت جلدة وشارون كان موجود ووراهم صور الامر الصناعي اللي اكتشف من خلالها وجود صغر غرب القناة وقال لها انه يقدر ينفذ الخطة لكن مشي ديان كان معارض الخطة لانها تفشل وفي نفس الوقت زامر رئيس المساد قال لهم جالي معلومة ان مصر هتطور الهجوم خلال يومين والفرقتين اللي موجودين في الغرب هتعبر القناة عشان تساعد في الهجوم شارون وديان قالوا مش ممكن المصريين يعملوا خطأ غابي زي ده جلدة قالت لهم السدد دلوقتي مغرور جدا لانه اول زعيم عربيه ادري يزمنا واكيد عايز يكمل ويكسب ارض زيادة وتاني يوم بالليل جلدة وصلت مقر القيادة وديفيت استقبلها وقال لها المصريين وقعوا في الفخ وهم عبروا القناة ودباباتنا وطيراتنا مستنياهم بعدها رحوا قدام شاشة بيظهر فيها مشاهد من ارض المعرقة وكانت الدبابات المصرية في طريقها للهجوم في نفس الوقت قائد الميدان ادى الامر بالهجوم من سلاح الطيران عن غطاء الدفاع الجو المصري وكل ده اللي كانت بتتابع فخوف وقلق اخيرا تقدر تشم نفسها بعد خطأ السادات اللي تجهل كل تحذرات الفريق الشازلي تاني يوم كان الوقت المناسب لتنفيذ خطة شارون واللي هي عبارة عن ان الجيش الاسرائيلي هيقوم باختراق المنطقة بين الجيش التاني والتالت لقطع خطوط الامدادات للجيش التالت وين جلدة قبل ما تروح مركز القيادة قعدت مع ديان اللي شرح لها ازاي شارون هيعبر القناة من خلال منطقة اسمها المزرعة الصينية بعدها جلدة نزلت لمركز القيادة وحطت السماعات على ودنها ديفيد قال لها شارون هيعبر القناة دلوقتي وجلدة كان باين عليها علامات الارتياح والصقة بعد نجاح عملية تطوير الهجوم كل شيء كان ماشي كويس بعدها ديفيد قال لها مبروك احنا دلوقتي بقينا في مصر والباشا كان مبسوط ولكن فجأة سيم عصود قصف عنيف جدا والظبط بدأ يبلغهم ان فيه هجوم قوي جدا من الطيران والمدفعية اتشف ان المزرعة الصينية كانت فخر الاسرائيليين وجلدة بدلت ملامحها من الثقة للخوف والحزن وهي بتسمع صوت القيادة في الميدان بتصرخ من قوة قصف الطيران والمدفعية عليهم لدرجة انها شلت السماعات عشان ما تسمعش اللي بيحصل وفضلت تدوس على اديها وعورت نفسها من كتر الغضب والحزن بعدها في فترة متأخرة في الليل ديفيد رح لها وقال لها الوضع حاليا مستقر ولكن خسرنا جنود وطيارات كتير جلدة بعدها رحت لبيتها عشان ترتاح وفي الليلة دي فضلت تحلم بانها بتصحى من النوم بسبب اتصال مفاجئ وفي المكالمة صوت الجنود الاسرائيليين وهما بيصرخوا طالبين المساعدة بعدها بيوم اجتمعت مع ديفيد مرة تانية وقال لها ان قواتنا قدرت تقطع الطريق بين القناة والقاهرة عند الكيلو مية وواحد جلدة بسط على الخريطة وقالت له كده معناها ان الجيش التالت محاصر قال لها فعلا وكمان ما فيش مياه ناحية تانية مش هيقدروا يستنوا اكتر من كده قالت له جيه الوقت الاجبار السادات على التفاوض في نفس اليوم بالليل وصل هناري كاسينجر مستشار الرئيس الامريكي التل ابيب لازهر الدعم السياسي والعسكر الاسرائيل وما ننساش الجسر الجوي الامريكي اللي عملته امريكا وسط الحرب بعدها كاسينجر زر جلدة في البيت وجلدة كان بين عليها التعب قال لها انت كويسة فقالت له احنا كنا خلاص على وشك الهزيمة كاسينجر قال لها السعودية قطعت البترول عن الغرب وارتفع سعره بشكل جنوني ولازم ان تعرفي ان الشعب الامريكي بيضحي ازاي عشان اسرائيل وده هو وقت التفاوض قالت له انا مش هتفاوض غير لما الاسرة والماثلين يرجعوا بعدها كاسينجر قال لها انا بحذرك لو انت حاولت تقضي على الجيش التالت الروس هيدخلوا في قلب الصراع جلدة بعدها رحت المستشفى عشان تاخد جلسة العلاج وواضح ان المرض بدأ يأثر فيها بشكل واضح وبعدها بيوم كاسينجر اتصل بها مرة تانية وهي في الاجتماع وقال لها لازم ان تسمح بممر انساني للجنود قالت له انها بعت له مياه لو رجعوا الاسرة بتوعنا وكمان السادات يوافق يتفاوض مع اسرائيل مش الكيان السهيوني كاسينجر قال لها لو عمل كده العرب كله ما يقف ضده فقالت له لو رفض انا هقتل الجنود كلها لكن كاسينجر قال لها الروس بيجهزوا دلوقت 11 فرقة محملة جوا وما اضمنش النتائج كاسينجر رجع كلمها بعدها بيوم وقال لها السادات بيقولك ابعثي رئيس الاركان عند الكيلو 101 للتفاوض على وقف اطلاق النار قالت له طب وروس هيعمله ايه قال لها هما بيرقبوا الوضع بعدها ديفيد قال لعزر رئيس الاركان وعبدالغان الجمصي رئيس اركان الجيش المصري اتقابله في مباحثات الكيلو 101 وهنا ديفيد اتصل على جلدة وقال لها السادات وافئة على مباحثات مباشرة مع اسرائيل وكمان تبدل الاسرة والمقتلين جلدة قالت له انت متأكد انه استخدم كلمة اسرائيل قال لها ايوة جلدة كانت مبسوطة لانه اول اعترف بيهم بعدها جلدة احتفلت مع رجالتها بنهاية الحرب ولكن لحظت ان زمير رئيس الموساد واقف بعيد فرحت له قالت له ما لك قال لها نظام التجسس الصوتي اللي كان مسئول عنه زعير رئيس المخابرات العسكرية فشل عشان كده المخابرات ما وصل لهاش اي اقشار عن وقت الحرب جلدة كانت مصدومة وقالت له الموضوع ده خليه سر للابد ما حدش يعرف عنه حاجة وبعدها جلدة راحت المطار عشان تستقبل القتل الاسرائيليين وبعد مرور خمس سنين سنة 1978 بنشوف جلدة كانت على فراش الموت وقدمها التلفزيون مشاغل اللقاء الحقيقي اللي كان بينها وبين السادات لما كان بيتكلم عن الامل والسلام وان الحرب كانت الطريقة الوحيدة للسلام وهنا شربت جلدة اخر صجارة في حياتها وبعدها ماتت عشان تتكتب نهايتها كاكتر شخصية كارهة ومعادية للعرف في تاريخهم وهنا بينتهي الفيلم ولو وصلت هنا اكيد عجبك تلخصنا اعمل لاك للفيديو واشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر